هل تعاف العالم من الحروب والصراعات وما تخلفه من ضحايا وكوارث إنسانية حتى راح يخصص اليوم العالمي للصحة لهذا العام لمحاربة الاكتئاب الإجابة نسبية في جزء منه لكن في المقابل فإن شعبا بأكمله مهددون بالموت جوعا ومن أمراض بدائية كان يمكن الوقاية منها إن وجدت الخدمات الطبية بالقدر اليسير إنها المفارقة اللا إنسانية بينما لا يجد رباط يضمد به جراحه وكسرة خبز تسد رمق وآخر يخصص مناسبة عالمية للبحث عن الكماليات بالنسبة لبلد مثل اليمن بعد أن مزقته الحرب خلال عامين من سيطرة الميليشيا عادت البلاد إلى ما قبل لا دولة وأصبح المدنيون أهدافا عسكرية لجماعة لا تمت للعصر بصلة وكأن وجودها الحالي استثناء لحركة التاريخ وتطور البشرية مئات الآلاف من المدنيين شردتهم الحرب يعيشون في مخيمات نزوح تفتقر لأبسط مقاومات الحياة الإنسانية النتيجة الطبيعية أن جميعهم مكتئبون فهل ستأتي منظمة الصحة العالمية لعلاج اكتئابهم أم ستذهب لتوفير ما يمكنهم من مواصلة الحياة لا يهم المعيار فكل الأمرين مرتبطان ببعضهما المهم أن يتم إنقاذ اليمن من الكارثة التي تتعاظم كل يوم فالواقع أن طفلا يمنيا على الأقل يموت كل عشر دقائق نتيجة أمراض قد عفى عليها الزمن وأصبحت جزءا من الماضي السيء بالنسبة للعالم الآخر وذلك بحسب منظمة اليونسيف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر